لماذا وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه؟ أولاً تهياتي لأكستاذ نجم وإلى جمهور قناة التغيير وإلى كل المستمعين والمشاهدين الذين يتابعون هذه الحلقة يعني ابتداعاً أكو تراكم أنا سميه تراكم للخراب قد يمتد إلى أكثر من أربعين عام يعني من بداية الحروب من عام 1980 وامتداداً إلى ما بعد الفين التسعينات وفترة الحصار أو الحضر الذي كان يسمى أنا ذاك من قبل الإمام المتحدة ثم بعد الفين وثلاثة والحرب والإرهاب وتعاقب الحكومات هذا كله لا يمكن إخفاله ويعني اختزال كل هذه اللحظة وكل هذه الأحداث بفترة أشهر للحكومة الحالية هناك تراكم للأخطاء هناك تراكم للمغانم هناك تراكم لكل الفشل الذي حدث منذ فترة طويلة طبعاً قطعاً ما يحدث في العراق هو جزء من يعني اختلال بالعدالة الاجتماعية يعني حينما تسمع الشباب أنا استمعت إلى المقدمة التي قدمتها ويمكن أن تمطلع أن أكتب منذ فترة طويلة عن فكرة اختلال العدالة الاجتماعية وانسداد الأفق السياسي في العراق والذي قد يؤدي إلى الانفجار في أي لحظة حدثت هذه الأحداث في العراق وحدثت في الحكومة السابقة العام الماضي لكن كلها يعني عوامل إيجابية إن حدثت في مسارها الصحيح في المسار السلمي في المسار الطبيعي إذا كانت هناك طلبات حقيقية تقدم إلى الحكومة باعتبارها يعني تظاهرات يعني جهات ضغطة على الحكومة وما كما قلت أنت في مقدمتك إنها هي مفيدة للحكومة لربما تضغط على الجهات السياسية على الكتل على البرلماء لتمرير الكثير من المشاريع ومن ذلك مشاريع الانتخابية مشاريع اقتصادية مشاريع مجلس الإعمار مشاريع مجلس الخدمة الاتحادي هذه كلها قوانين تهتم بمتطلبات الشعب سواء بالخدمات أو بفرص العمل بتحقيق العدل الاجتماعي وسيادة القانون ترجمة نانسي قنقر